برعاية صينية اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران يقضي بعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة دامت سبع سنوات الاتفاق جاء بعد محادثات غير معلنة استمرت أربعة أيام في بكين بين كبار مسؤول الأمن من البلدين محادثات سبقتها محادثات أخرى بدعم أمريكي جرت في بغداد ومسقط وبحسب مصادر مطلعة فإن الاتفاق بين الرياضي وطهران يقوم على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين والالتزام بحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير عليها مبادئ لا شك أنها إيجابية إلا أن المعضلة الكبرى بشأنها تكمن في تنفيذها فما بين السعودية وإيران هوة سحيقة من الخلافات السياسية وملفات الصراع المشتبكة في اليمن ولبنان والعراق وسوريا بل وفلسطين كذلك فكيف إذن يتحقق عدم التأثير الإيراني على الشؤون الداخلية السعودية بينما المملكة تخوض حربا في اليمن منذ سنوات ضد ميليشيات الحوثي المنقلبة على الحكم بقوة السلاح والتي تمدها إيران ليس فقط بالأسلحة وإنما كذلك بالخبراء العسكريين من الحرس الثوري بالطبع فإن الاتفاق بحسب مراقبين لن يجبر إيران على سحب دعمها للميليشيات الطائفية في العراق أو ميليشيا الحوثي في اليمن وكذلك لم تسحب دعمها لميليشيا حزب الله في لبنان ما يعني عملية أن الاتفاق لن يتجاوز فكرة تبادل تعيين السفراء بين الجانبين مع إبقاء جميع ملفات الخلاف مفتوحة دون بارقة أمل لحل قريب دولياً فإن الاتفاق يعكس تنامياً للدور الصيني في الشرق الأوسط بهدف تأمين ممرات التجارة الدولية التي ستستفيد منها بكين تنام يبدو أن واشنطن لم تعترض عليه ربما مرحلية ما يعني أن الولايات المتحدة لم ترفي الاتفاق ما يضر بمصالحها في المنطقة أو ما يخل بخطتها لاستمرار الضغط على إيران من أجل إقضاع برنامجها النووي لمعايير الرقابة الدولية ترجمة نانسي قنقر